بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَقَنْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن ابتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والملمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم القيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يملغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى من الله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثرا وسبحوه بكرة وأصلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدلهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكثرا بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتهم المنات ثم طلقتنن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعون وسلحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرانا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنزعها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ارتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عريما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهم ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستهدف نسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحييي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ولا أن تنهي أزواجهم بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخوتهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهدانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاببهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهل منافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وكتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما عينها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعنى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأطلون السبيل ربنا أتضعفين من العذاب والعلم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لتكونوا كالذين آذى موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويرحل لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبار فأبين أن يحلنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جغولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحق لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يدج في الأرض وما يقض منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عارف الغيب لا يعزف عنه مثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من كالك ولا أكبر إلا في كتاب المبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعروا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أمزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقت وكل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العتاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسبا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أوله معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغاك وقدر بالسود وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ردوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدين بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وخذور الراسيات يعملون آل داود شكرا وخليل من عبادي الشكور فلمما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلمما فر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عيم وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين دواتين كل الحمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهنجزي إلى الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا تباعد بين أسفارنا وظلمنا مؤنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل موزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخات من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مفطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ضدير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له حتى إذا كزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعتدون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتاح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أكلب له الله العزيز الحكيم وما أرسل لك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعا بيوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربه يرجع بعضهم إلى بعض القرون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحنا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بلقات المجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهر إذ تأبرنا أن نكر بالله ونجعل له أنداد وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلى لفي أعناق الذين كفروا هل مجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال أدرحها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعدبين قل إن ربي يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء لمن آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء اضع في ما عهدوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسععون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسك الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخركم وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفتم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا الذي يقول لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سأهدكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذك بالحق علاه الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضلدت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي لي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إن فزعوا فلا فتوافدوا من مكان قريب وقالوا آمن به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقلكون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثل وثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا موسك لها وما يمسك فلا موسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس سوء نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأمنا تكفكون وإن يكذبوك فقد كذبت موسل من قبلك وإلى الله ترجع العمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذهم عدوا إنما يدعم حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا واعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابهم فسقناه إلى بلد الميتين فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يربع والذين يمترون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحقل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص عمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب كرة سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحن قريا وتستخددون منه حية تلبسونها وترى الملك فيه مواهر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخصر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشهد بكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا آزرة وزر أخرى وإن تدعوا ثقلة إلى حينها لا يحفل منه شيء ولو كان دا قربا إنما تنبروا الذين يقشون ربهم بالغيب وأقاه الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله البصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا ظلمات ولا النور ولا ظلم ولا الحق وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت من رسلهم بالبينات وبالزهر وبالكتاب الملير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيته يرجون تجارة لن تبور ليورميهم أجوره وزيدا من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالقيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ججنات وعدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل ندار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يرضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاترقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليهم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أو لماذا قلقوا من الأرض أم له شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمين بعضهم بعضا إلا غررا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفرا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءوا نذير لكنهم أهدا من إحدى الأمم فلما جاءوا نذير ما زادهم إلا نفرا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سزنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة والذين من قبلهم وكانوا أشرت منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليم قديرا ولو نؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على مهرها من دافتهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر